عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر لاستثمار المشترك ما بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر نعقاد آخر يونيو القادم وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن ذلك المؤتمر يسادف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر خلال الفترة القادمة لا سيامة في القطاعات ذات الأولوية في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على الإصادة كافة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة لتنظيم هذا المؤتمر